شدد محافظ الحديدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه وصرف الصحيص أخر أحمد الوجي على ضرورة إنهاء طفح المجارب في المدينة بشكل تام وتوفير المياه للمواطنين في كافة الحارات إلى جانب تكثيف الجهود لتحصيل إرادات المؤسسة المتأخرة عند المواطنين وكبار المستهلكين والقطاع التجاري والحكومي والبالغة 2 مليار و770 مليون ريال حتى ما يجاء ذلك في اجتماعه الأول بمسؤولية المؤسسة المحلية للمياه وصرف الصحيص الذي عقد اليوم لمناقشة أوضاع المؤسسة والتحديات التي تواجهها المحافظة الوجيه طالب في الاجتماع قيادة المؤسسة بتزويده بتقارير مفصلة عن المشاريع المتعثرة والمناقصات المتوقفة من قبل اللجنة العليا للمناقصات التي وافقت عليها والخاصة بمجاري الحديدة والبالغة 12 مناقصة إلى جانب تقرير بعدد القوى العاملة بالمؤسسة ومدراء الإدارات والأقسام